يعني حقيقة فيه أجواء رائعة كلنا يعني تابعنا حفل تنظيم قرية كأس العالم لكورة اليد 2021 قد إيه العرض كان مبهر قد إيه شفنا يعني شكل جميل قوي وشفنا وسمعنا أنغام وألحان الموسيقار الكبير عمر خيرت شفنا وجوه مصرية بتمثل مصر بشكل جميل جدا وتم الكشف عن تميمة البطولة حورس وإله الشمس عند كدماء المصريين شفنا طبعا حضور عدد كبير من كبار القامات على رأسهم طبعا معالي رئيس الوزراء الدكتور مصافة مدبولي شفنا رئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد كان موجود وألقى كلمة كان موجود طبعا وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء والسفراء إلى جانب طبعا ممثلي كل منتخب من الـ 32 منتخب اللي هيشاركه ويتنافسه على هذه البطولة الغالية على أرض مصر بإذن الله تقام في يناير السنة اللي جاية بإذن الله وصابقة الحال احنا هنكون منحزين لمنتخبنا الوطني نتمنى أنه يا ربي يوصل لأبعد المراحل خلال البطولة وعيننا على البطولة يعني احنا عشبانين أكيد أنه منتخبنا يشرفنا وهاخد كلمة من العيبة أو أحد العيبة المنتخب اللي كان موجود خلال الحفل مبارح قال احنا حاسين بالمسئولية وشعارين بالضغط ولكن البطولة على أرضنا فبإذن الله على الأقل ميداليا فأنا يعني هضم صوت لصوته بإذن الله نشوف بطولة رائعة ونشوف أداء مميز لمنتخبنا المصري يعني زي ما احنا متعودين عليه ونشوف كده بطولة طاليق بقس ومصر هتقوم بشكل جميل والجواب بين من عنوان يشوفناه من خلال يعني أعلان أوراية كاس العالم لكورة اليد حاجة ولا أروع وأحنا متفقلين جدا جدا بالبطولة وبمنتخبنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا يوفعهم ونفرح بإذن الله إن شاء الله بإذن الله